كيف حالكم أصدقائكم تابعي قناة استسمى العقلك البيتكوين أمام منطقة مهمة جدا بعد وصول البيتكوين إلى قرابة مناطق 70 ألف شفنا بول باك قوي جدا عاد فينا إلى مناطق 66 ألف شو المتوقع بالنسبة لبيتكوين كل هذا رح ناقشه بالفيديو للعلم أصدقاء استغلينا فرصة صعود بها المنطقة بمنطقة 67 ألف والحمد لله يوم أمس كنا متوقعين الحركة الصعودية يلي شبهت أنا بآخر أربعة مرات حصل فيها تثبيت للفائدة صح شفنا عودة سريعة لكن استفدنا من البمبي يلي صار رح نحكي عن الصفقة اللي أعلنت على قناة تليجرام وأيضا رح نحكي عن منطقة المهمة يلي لازم تراقب إذا ومرة بتشوفني أتمنى منك تشترك بالقناة فعلي زر الجرس حتى يوصلك كل جديد وإذا يوم أمس دخلت معي مضاربة من 67 ألف وجانيت أرباحك أتمنى تترك لي هالأمر هذا بالتعليقات بهمني جدا شوف كم شخص استفاد من توصيات يلي منحطها خلينا ننتقل للتفاصيل البيتكوين أصدقاء إذا نحط على فريم الأربع ساعات اللي احنا عم نتداول تحت ضغط بيعي الترند هذا يلي محافظين عليه من أكتر من شهر يوم أمس حاولنا نطلع ونستقر أعلى لكن للأسف كان اختراق بسبب الأخبار فقط وشفنا عودة يوم أمس خطاب جيرنباول هو اللي سبب الهبوط كان متشدد نوعا ما على الأسواق على الرغم من تثبيت الفائدة دائما جيرنباول بميل للتوازن بخطاباته يوم أمس حكا أنه تخفيض الفائدة رح يكون هالسنة مرة واحدة فقط كانت الأسواق متوقعة تخفيض أربع مرات شفنا هبوط في الدهب شفنا هبوط بمختلف الأسواق المالية والبيتكوين أيضا جزء من الأسواق المالية شفنا أيضا هبوط لكن الأمر الإيجابية اللي لازم نقضي بعين الاعتبار أنه في عنا تخفيض هاي السنه تخفيض الفائدة يعني شامعة قوية صعودية في البيتكوين وين ما كان سعر البيتكوين أي تخفيض للفائدة يعني صعود قوي في البيتكوين وفي كافة الأصول المالية هذا الأمر يلي لازم تاخدوا بعين الاعتبار التخفيض متوقع بشهر ديسمبر وأنا متفائل جدا حتى لو التخفيض رح يكون مرة واحدة هذا أمر إيجابي على المدى المتوسط لكن ممكن نشوف بعض السلبية على الفريمات القصيرة إذن البيتكوين على فريم الأربع ساعات يعطي نوع منها السلبية إذا منشوف الفي واب اللي احنا لحد الآن ما أقفلنا أسفله هذا كانت أولى الإشارات للسلبية اللي احنا ما أقفلنا على شمعة الأربع ساعات ولا على شمعة الساعة أسفل هالمنطقة لكن إلى الآن الوضع ليس بأفضل حالته على فريم اليوم لدينا منطقتين منطقة الـ 67300 هي برأيي مفتاح الصعود لقمة جديدة لازم ما نخسرها لازم نستعيدها أقفلنا أسفله بهالشكل هذا لحنا الأقفال باقي عليه أربع ساعات لازم نستعيدها المنطقة هاي حتى يعود لنا الأمل بالارتداد غيرها كأصدقاء الأهداف السلبية مفتوحة طالما الأقفال أسفل مناطق الـ 67300 لدينا منطقة تصفية مناطق الـ 65400 في حال البيتكوين اختار نزول سريعا أخذ لي التصفية بهالمنطقة هاي 65300 وعاد إلى مناطق الـ 66800 استقر بشمعة ساعة شمعة ساعتين أعلى هالمنطقة هاي هو أمر إيجابي وممكن نحكي عن بداية ارتداد بهالمنطقة هاي نستهدف فيها مناطق الـ 69000 راقب منطقة التصفية في حال ما شفنا ردة فعل للأسف ممكن يزيد الهبوط وممكن نستهدف مناطق الـ 64000 لكن إلى الآن ممكن نحكي عن فرصة صعود أنا حكيت عنها بقناة التليجراب راح ندخل بهالمنطقة هاي بمناطق الـ 66550 عنا دخول في هالمنطقة هاي ممكن يكون الهدف مبدئيا مناطق الـ 67800 وممكن يكون مناطق الـ 68500 عادة اختبار للتريند لكن مهم جدا تحط الـ stop loss وتحسب الخسارة قبل الربح الـ stop loss بهالمنطقة راح نحطه أقفال شمعة ساعة أسفل مناطق الـ 65700 في حال أقفالتلي شمعة ساعة أسفل هاي المنطقة للأسف راح اخرج من الصفقة على خسارة وإذا انت عندك تمركزات بالسوق أتمنى منك تنتظر فرص أفضل هيك وصل نهاية الفيديو أتمنى أن يعجبكم خلينا نتقل الفيديو الماضي حتى نعلن أسماء الرابحين مسابقاتنا اليومية هذا هو الفيديو أصدقائي اللي عملناه يوم أمس راح ناخد رابط الفيديو ونتوجه لموقعنا اللي مناخد منه التعليقات بشكل عشوائي راح نختار تعليقات اليوتيوب نحط رابط الفيديو نشوف كم شخص مشارك معنا ضمن التعليقات عنا تقريبا تسعين تعليق شكرا جدا لتفاعلكم مع فيديوهاتنا خلينا ناخد معرف اسم الرابح هذا هو معرف اسم الرابح أتمنى يتواصل معي حتى يستلم جائزته إلى اللقاء